ليست مبالغة إنما حقيقة يشهدها العراقيون إذ وصل حد تأثير الصراعات السياسية على غياب الاتفاق حول موعد ثابت للعيد الوطني العراقي أسوة بباقي الدول العالم في شتى أنحاء المعمورة تجتمع الشعوب على الاحتفاء بإعيادها الوطنية والتغني بأمجاد الاستقلال ضمن إعلان كل دولة قرار عطلة لمناسبة عيدها الوطني وهذا ما يغيب عن العراق الذي يعتبر الدولة الوحيدة في العالم دون عطلة عيد وطني 92 عاما مرت على استقلال العراق وفق تاريخ الخلاص من الانتداب البريطاني يوم تتويج الملك فيصل الأول في بغداد عام 1921 والبعض اقترح اعتماد 30 من حزيران من العام 1920 يوم انطلاق الثورة العشرين ويعزو خبراء سبب تأخر الاتفاق على يوم الوطني إلى الصراعات السياسية المستمرة منذ العام 2003 التي أنتجت حكومات انشغلت بدوامة الفساد والصراعات ولم تستطع مناقشة هذه الأمور وهذا لا يقتصر على العيد الوطني فقط بل يشمل العالم والنشيد الوطني وكل الرموز المرتبطة بالدولة وهو ما يأمل العراقيون أن تقر تلك العطل لرمزيتها الوطنية لما تتركه من أثر إيجابي سيما بطي صفحة الحروب والخراب وكتابة صفحة جديدة عنوانها مستقبل وطني حر